موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيز المشاهدين في حلقة جديدة برنامجكم برنامج ميزان القوى من قناتكم قناة ميلادي عزيز المشاهدين في هذا اللقاء اليوم سوف نتكلم تحديدا عن أدوار أو دور الأمم المتحدة بالشؤون الإنسانية في العراق ما لها ما عليها ما هي المشاكل التي تعانيها ما هي المشاريع الضرورية التي يمكن أن تحدد آلية المنظمة الدولية في العراق ما هي تصوراتها عن الواقع الحالي في العراق كيف يمكن أن تقوم بواجباتها في خضم كثير من التحديات هل عمل المنظمة هو حصا قد يكون مع الجهات الحكومية في العراق أم مع الجهات غير حكومية الأزمة المالية بكل تأكيد لها وقعها حتى على موازين الأمم المتحدة والتالي الحقب المالي أو الميزان المالي للأمم المتحدة هل أثر على تلك المشاريع التي يمكن أن تكون أحد الروافد المهمة في دعم الدولة العراقية في بنائها المدني الدموقراطي وهل هناك حقيقة بدائل للمشاريع وتمويلاتها ما هي هذه البدائل؟ كيف يكون استجابة الدول لدعم منظمات الأمم المتحدة بالشؤون الإنسانية داخل العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نطرحها مع ضيفتي هنا السيدة ليز جراندي النائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق الممتحدة والمنسق شؤون الإنسانية رحب بك أفضل ترحيب وأشكرك ليعطانا وقتك من أجل هذا اللقاء سيدة جراندي السؤال الأول الذي يفتتح به الحوار حقيقة هناك زيارة كانت قريبة جدا لسيد الأمين العام الممتحدة سيد بانكيمون كيف تقيمين الملفات الضرورية التي طرحت في هذه الزيارة؟ عندما جاء إلى العراق كان معه مدير البنك الدولي ومدير بنك التنمية الإسلامية وجاءوا نيابة عن الأسرة الدولية لما يقشوا مع الحكومة العراقية سبب الدعم العراق في هذا الوقت العقاة العصيبة التي يعيشها العراق في نفس الوقت فالأمين العام ناقش بعض قضايا قضايا النازحين والإعمار في المناطق والجهد الإنساني حيث أن هناك أكثر من ثلاثة وخمسة من عشر مليون نازح في العراق وتحدث في هذه المجالات المسألة المالية وأيضا إعادة الاستقرار والجهود الإنسانية وأيضا تحدث عن مسألة الإصلاحات فالأسرة الدولية برمتها تتمنى أن تتصاعد وطيرة الإصلاحات وتصيب نجاحا في العراق طيب سيدة جراندي أنت قلت في إجابتك أن هناك دعم للحكومة العراقية كيف هذا الدعم ما هي تصوراتكم على هذا الدعم ما هي آلياتكم لهذا الدعم كيف يمكن أن تتمس الحكومة والدول العراقية هذا الدعم أعتقد أن أهم شيء أنه أن العراق يواجه أزمتان مالية وهذه واحدة من القضايا التي نوقشها الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البنك الدولي وتنمية الإسلامية وهناك كان نقاشا مستفيدا حول جسر الهوة ما بين الاحتياجات والأزمة المالية خاصة في المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش حيثو تحتاج لكل الخدمات الصحية والخدمات الأخرى التي من شأنها أن تجزب المواطنين إلى النازحين إلى العودة إلى هذه المناطق أتحدث أيضا الأمين العام عن تصعيد الجهود في مناطق مثل الرمادي وبيجي وهي المناطق التي قد تم تحريرها من فترة طويلة في ما يتعلق بالرمادي فهناك المنطقة ملوثة بالألغام لأن هناك قد قتل أكثر من خمسين مواطنا جراء هذه الألغام أسف المقاطعة سيدة جراندي ولكن مسألة الرمادي أو المناطق المتحررة قد يكون لها محور آخر ولكن المتابع لشؤون الأمم المتحدة والتنسيق الإنساني يرى أن هناك تركيز في مناطق دون أخرى في العراق على سبيل المثال الحصر هناك تركيز في إقليم كردسان ولكن النزوح العوائل العراقية من مناطق ساخنة عندما كانت داعش الإجرامية موجودة في العراق قد انتشرت في عموم محافظات العراق يعني في مناطق وسط وجنوب العراق في مناطق الفرات الأوسط في مدينة كربلاء وغيرها المظر لماذا هذا التميز أو التمايز إنجاز للتعبير في إطار دعمكم أو وجودكم في مناطق أخرى في العراق هذه نقطة أساسية ومهمة كثير من النازحين لجأوا إلى مناطق ورع على سبيل المثال الكردستان هؤلاء الناس المستضعفين ذهبوا إلى مناطق كثيرة ولكن أنت كنت محقا نعم هم انتشروا هؤلاء النازحين انتشروا في كافة أرجاء العراق ولكن الأوضاع في هذه المناطق ليست كلها جيدة في السنة الماضية لاحظنا ذلك ولذلك غيرنا وجهات أنشطتنا فنعمل في صلاح الدين الآن وفي ديالا ونعمل في كربلا وحتى في البصرة حيث تعمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة هناك وفقا للإحصاء الإحصاءات فإن منظمات الأمم المتحدة تغطي قطاعا كبيرا من العراق واحدة من التحديات التي تقابلنا هي مسألة التمويل فالتمويل كان متواضع جدا في مقابل الإحتياجات والتحديات الضخمة أيضا أعتذر سيدة جراندي مسألة التمويل أيضا هو محور من المحاورة أو الوعاء المالي كما نسميه في إطار العمل لا بد أن يحتاج أموال طائلة وهذا معروف مسألة التواجد في منطقة دون أخرى قد يكون هي واضحة في هذا الشيء ولكن ما هي تصوراتكم اليوم العراق الأجهزة الأمنية الحج الشعبي الحج العشائري الإرادة السياسية قائمة على أساس وجود عمليات على الأرض وبالتالي هناك عمليات تحرير لكثير من المدن وأنت ذكرتها ما هي تصوراتكم لمشاريع عادة الأعمار في تلك المنطقة وعادة الأعمار البشر أيضا هناك عادة الأعمار على مستوى المنشآت وهناك عادة الأعمار على مستوى البشر كيف تكون تصوراتكم في هذا الجانب هذا سؤال مهم جداً الذي أثرتموه في المناطق التي تتعرض للهجوم أو قمها تحريرها أتذكر مسألة الرمادي في عدة ساعات هرعى كثير من سكان وفروا من المنطقة ألاف هرفروا من المنطقة فهم يحملون صندوق صغير جداً فحملوا أشياء صغيرة جداً نتوقع نتوقع تحرير هيد نتوقع توصيل التحرير الموصل وهناك ستكون هناك حاجة إلى مزيد فيما يتعلق بالموصل نتوقع ليس عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من سيفرون من أجل الأمان وهذا لا يعني تزويدهم فقط بصناديق صغيرة تحتوي على مواد غزائية ومن هنا نشدنا الحكومة المركزية وحكومة كورتوستان أن هناك ستكون تحديات كبيرة جداً وأيضاً جزء منها يتعلق بالمسائل الأمنية ومن باقي عمل الكثير وهؤلاء الناس يجب أن يتم التعامل معهم بصورة صون كرامتهم وفق القانون الدولي الإنساني ويجب احترامهم ويجب أن يتم السماحهم بالوصول إلى المناطق الآمنة نحن يشاورنا قلق كبير فيما يتعلق في التمويل لأن ذلك سيكون صعباً بالنسبة لنا جداً إذا ما فر حول مليون من الموصل سيكون هذا عبئاً كبيراً جداً على الحكومة والحكومات المحلية وعلينا وسنقوم بكل ما بوزعنا لمواجهة هذا التحدي طيب ما فهمت من كلامك أنه تتكلمين على نوع العمل التنسيقي وتكلمت على كيف يمكن أن تكون مساعداتكم للناس الذين هاجروا أو خرجوا من المدن كيف تصوراتكم عن بناء المنشآت عادة العمار وهناك عودة لهؤلاء الناس إلى مدنهم هي خراب الأجرام داعش كان يتبنى سياسة الأرض المحروقة وبالتالي هناك حاجات ملحة خدمية للمواطنين ما هي تصوراتكم على الورق حقيقة في إطار إعادة الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان في تلك المناطق المحررة برنامج الأول المتحدة الإنمائي أنشأ صندوقا لإعادة الاستقرار والإعمار هي توفر الأموال بعد تحرير المناطق هي تسعى إلى تحسين هذه المناطق وتهيئة الطرف الملائمة لعدتهم في تكريت على سبيل المثال نعمل على وجه الأولويات من المهم أن نجهز موارد المياه والمدارس لم نقل أن هذه هي الأولويات ولكن الحكومة المحلية رأت بسالك عندما تتم عملية التحرير فإننا نستعد لمواجهة هؤلاء النازحين فعلى سبيل المثال هناك ستكون هناك موارد طاغة كهربائية متحركة ومثلا استعنا بالكثير من المئات من العمال وأعددنا المدارس بحيث نستعد للعام الدراسي وأعددنا الصيدليات وأعطينا بعض الأموال لبعض الرجال العمال الصغار والتجار بحيث يستطيعون فتح متاجرهم ويبدأوا في العودة وأيضا تشجيعهم على هناك نحن نتحدث الآن عن 90% من العائدة من الأسر بدأت العودة وهذا إنجاز كبير للحكومة فإذا ذهبت إلى صلاة الدين سترى حتى إلى تكريت سترى أن الأوضاع جيدة جدا مقارنة بالمناطق الأخرى فبحيث نساعدهم بحيث يستطيعوا هؤلاء العودة وبناء حياتهم والحكومة إذن تقوم بنفس العمل في الرمادي وفي بيجي وفي سينجار وفي السيديا في ديالا عزيه مناطق نقوم بها بنفس العمل الكهرباء والماء فتح المدارس وتوفير العمل للناس وأيضا تشجيع التجار على العودة للعمال هناك الكثير من سؤال في هذا الموضوع أولا هل تشعرين أو تقيمين أداء الحكومة الاتحادية في بغداد أنها داعمة لمشارعكم أم أن هناك بعض المعاوقات في إطار التعاون فيما بينكم من أجل إنجاح مشاريعكم كل ما نقوم به كان بناء على طلب الحكومة إذا الحكومة تقرر ما نقوم به لا نحن لا نقوم بفرض ما نقوم به الحكومة الحكومة تقول نحتاج لكهرباء نريد فتح المدارس والتجار فنحن نستمع إلى أولويات الحكومة ونقوم بتنفيذها وهي ليس وضعا الحكومة تسير في مسار ونحن نسير في مسار لا الحكومة تقود هذه الأولويات ونحن نقوم بدعم الحكومة في كثير من المناطق المحررة كان هناك بعض المشاكل خاصة في المراحل الأولى بعد التحرير حيث أن في بعض المناطق الأمن لم يكن متوفرا أحيانا ترى بعض التوترات في المجتمع في كل الأحوال الحاجة كانت أكبر كثيرا من الموارد التي لدينا في المناطق التي نعمل فيها الحكومة قضت الجهود في هذه المناطق وتناقش معنا هذه المشاكل وكيف معالجتها وتتم المناقشة ودائما أحسسنا بأنها مسؤوليتنا أن نساعد ندعم الحكومة خاصة في ما تطلبه مننا بكل تأكيد يعني هناك دعم من قبل الحكومة الاتحادية لمشاريعكم بالتجاه يعمل على انضاجها وتحقيقها ولكن السؤال الآخر سيدة جراندي تتعاملون فقط في مشارعكم مع الحكومة الاتحادية أم الحكومات المحلية الموجودة في المحافظات أو الأغضية أو النواهي؟ هي الأموال التي خصصت لإعادة الاستقرار هي بيد الحكومة وهي هناك لجنة سيرية تحت إمرض الحكومات المحلية في ديالا وصلاحة الدين لكن العمل الذي نقوم به هو من طرف المحافظ هو المحافظ يحدد الأولويات هناك اللجنة التسيرية التي تسير العمل إذن هناك أيضا سلسلة عمل هناك المحافظ واللجنة التي تسير الأعمال ولكن نقوم بتنفيذ العمل في النهاية سيدة قرانلي أسميحك عذرا فاصل ومثم نعود عزة المشاهدين فاصل ومثم نعود رحبكم من جديد عزة المشاهدين بعد الفاصل كنا نتحاور أنا والسيدة قراندي حول المشاريع والضروريات التي يمكن أن تعتمدها الأمم المتحدة في إطار التنسيق الإنساني في العراق ومساعدة الدولة العراقية في إيجاد السبل اللازمة للنهوض بالمجتمع والدولة بشكل عام عودة إليك سيدة قراندي سيدة قراندي بما أن عملك كمنسقة وأعمالكم الأمم المتحدة والتنسيق الإنساني في إطار محافظات ومناطق متعددة من العراق تعلمين أن هناك قوة سياسية متعددة وهناك تنوع جميل في السياسة في العراق هل هذا التنوع يمكن أن يكون معوق لمشاريعكم السياسية كما حدثت الأولويات في الحكومات المحلية أم لا؟ هو داعم وهناك تنسيق وهناك فهم عالي لهذا التنوع في إطار تقديم خدمات أفضل للمواطن العراقي في هذه المحافظة أو تلك عندما كان هناك تمويل تم النقاش على الأولويات مع الحكومة القرار فيما يتعلق بأي المناطق المحررة نعمل فيها هذا يتخذ من قبل لجنة تسير الأعمال التي يترأسها رئيس ديوان رئيس رأس الوزراء أما مسألة تحديد الأولويات فهي تأتي من المحافظات وسلطات المحلية فمسألة الخدمات سواء كانت كهرباء أو صحة هي تحددها الحكومات المحلية وهذه هي الطريقة التي نعمل بها نفهم أن هناك لكن نحن الحكومة تسلمنا أولويات معينة هي دائمة أم معوقع؟ نعم بالطبع التنسيق مع الحكومة وثيق جدا وأيضا على مستوى المحلي في صلاح الدين والأنبار ومع المحافظ وثيق جدا وأيضا في نينة وأيضا في ديالة التنسيق وثيق جدا طيب إذا كان التنسيق عالي وهناك دعم وهناك تعاون كبير بينكم وبين الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية هل هناك تصور لمنظمتكم في إطار الدعم للحكومات غير الحكومية منظمات غير الحكومية التي تعتبر ضمن الـ NGO هل هناك مشاريع لكم في عملية أن تكون مساعدة لكم في إطار التنسيق الإنساني أم أن هناك كلام آخر في هذا الموضوع كل الذي نقوم به بشأن التمويل العمليات الإنسانية على التكريد على سبيل المثال نتفق على الأوليات مع الحكومة وتقوم المنظمات غير الحكومية بالدخول في عطاءات والعطاء الأكثر ملاءمة سيلقى حظه بالضافة لما تقوم به الأمم المتحدة فهناك الكثير من العمل يمكن أن تسهم فيه المنظمات غير الحكومية وهي ليس لديها الموارد ولكن فيما يتعلق بسنطوق الإعمار نحن نقوم بممارسة هذا العمل بما يراعي المقاييس الدولية في هذا الأمر ومعايير الدولي ما فهمت من كلامك سيدة جراندي أن الحكومة الاتحادية أو الحكومة المهلية هي صاحبة يعني ليس المراقبة قدر ما هي صاحبة أن تكون الوصل بين منظمات غير الحكومية لم يكن لديكم أنتم يعني داتابيس أو أساسيات بمنظمات غير حكومية خارج نطاق الترشيح الحكومي حتى تستطيعون أن تكونوا أو يكونوا للحكومات منظمات غير الحكومية تكون مساعدة لكم في إطار الدعم الحكومة أيضا في مسألة الإعمارة نحن نعمل بهذا الشكل عندما يكون هناك مشروع ما مثلا على سبيل المسأل موارد المياه نحدد الخطوات على سبيل المسأل إصلاحات المولدات ونقوم نقوم بنشر هذا وندعو الشركات إلى الدخول في هذا العطاء ووفق عطاءات مغلقة تقوم اللجنة بفتح العطاءات والعطاء الأكثر ملآمة يفوز ليس هناك اختيار لمن نقوم بالعمل معه تسألني إذا كان هناك اختيار مسبق تحدده الحكومة لنا في العمل أجهات معينة الأمم المتحدة لا تعمل بهذا الشكل لأن هناك الكثير من التركيز والانتباه على طريقة العمل فالناس يرقبون طريقة العمل نحن نقوم بتطبيق أعلى وأكثر المعايير الدولية ملآمة لضمان أن تقوم هذه المشاريع بشكل صحيح هذا واضح سيدة جراندي السؤال الآخر اليوم الكل يعلم أنه هناك صفحات بداية صفحات قتالية لتحرير محافظة نينوى وهي محافظة كبيرة جدا كما هي حال محافظة الأنبار ما هي مشاريعكم الحقيقية التي يمكن أن تطبق خطوة بخطوة في عملية التحرير وعملية البناء ومشاريع البناء الموجودة في هذه المحافظة هذا سؤال جيد جدا صندوق الإعمار بالنسبة لنا نحن نحن نقوم بجزء صغير مما ينبغي عمله بسبب الموارد فهناك هناك الإعمار والمعافاة والإصلاحات والعدالة الاجتماعية فالأموال التي بحفظاتنا يمكن فقط أن تكفي لتطبيق جزء صغير جدا وهناك الكثير مما يتعين عمله لابد أن تكون هناك آلية للعمل ويبد أن تكون أيضا أموال لهذا فإذا تحدثنا على سبيل الرمادي ألف ألاف بيت دمرت والجسور دمرت وهو شيء مريع الاستقرار في الرمادي كان في المناطق قليلة ولكنه كان سريعا جدا وهذا بسبب نقص الإمكانيات والموارد لإعادة إعمار أربع ألاف بيت ليس فقط الرمادي وتحتاج إلى الإعمار بيجي وكثير من المناطق هناك مناطق دمرت وتحتاج تحتاج إلى في حوج ماس إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية بكل تأكيد المراقب يشعر أن الأزمة المالية هي عند الأمم المتحدة ليست بالجديدة وتحديدا في التنسيق الإنساني وصحيح أن هناك جهود كبيرة لأمم المتحدة تفضلها من أجل تحديد الوعاء المالي في عملها في العالم ومن ضمن العراق هذا تحدي كبير لعملكم الكل يشعر يشعر ولكن لابد أن يكون لديكم خطباء أو بدائل كيف يمكن توفير الوعاء المالي من أجل تحقيق المشاريع الإنسانية في هذا الجانب الآن الأول المتحدة أطلقت نداء للمانحين لمساعدة العمل الإنساني دعت الأسرة الدولية إلى إبداء تضامنها والمساهمة ولكن الآن تلقينا فقط 20% من أموال الموعودة نحن نطرق كل الأبواب كل الأبواب المانحين وكنا نقول أنهم في الأسرة الدولية أن العراق يقاتل الآن داعش بإسمكم جميعا ونحن لدينا مسؤولية مساعدة أولئك الذين كانوا ضحية لهذه المآسي المآسي الكثير منهم قد قدموا الكثير للعراق للمأوى والأكل والصحة والتعليم ولكن إذا لا نظرت إلى العالم حولك الآن سترى أن هناك أزمات كثيرة في سوريا وهناك أيضا الأزمة الإنسانية في عمان في الأردن وفي الكونغو أيضا هناك أزمة إنسانية كبيرة كثير من مناطق العالم تشهد أزمات إنسانية كبيرة وكل هذه تحتاج إلى جمع جمع أموال العراق سيدة أعتذر جدا من جنابك ولكن قد يكون الوقت ضيق جدا إذا لم يكن هناك مسألة المال تحدي كبير أو لم معالجت لمسألة المال هل ممكن أن تكون لدى المنظمة الأمم المتحدة فكرة إعادة عملية استخدام المتطوعين شركات عالمية مجاميع معينة من أجل تعويض هذا النقص المالي وهو تحدي كبير في إطار آخر في العراق ممتاز سؤال جيد جدا هناك الكثير من الجماعات الطوعية تعمل في العراق الآن هناك الوقف السني على سبيل المثال كثير من الجماعات المسيحية تعمل في العراق المسألة الطوعية الآن موجودة في العراق أولاهم عراقيون يقومون بهذا الجهد وهذا مثار إعجاب لنا مسألة إيجاد الموارد هو أولوية بالنسبة لنا هناك في نهاية آيار الماضي كان هناك مؤتمر في تركيا اجتمع فيه قادة العالم تحدثنا فيه عن هذا واحد من القضايا الأساسية التي نوقشت كيف يمكن تمويل العمل الإنساني وتصدي للأزمة الإنسانية ومسألة الموارد وكان هناك بعض الأفكار وكانت على شكلة الفكرة التي تحر تموها وهذه هي قضية وهذه فكرة رائعة وهي تأتي في سياق الأفكار التي طرحت بشأن إيجاد سبل لجلب الأموال والموارد عندما كان الأمين العام كان هنا التقى دولة رئيس الوزراء ودعاه إلى القدوم إلى هذا المؤتمر لترح هذا القضايا قد يكون سؤال أخير سيدة جراندي وقد يكون هو سؤال مستقبلي العراق ماضي في إطار تحرير أراضية من داعش الإرهابية هل لديكم تصورات وسوف تكون الأمور يعني الأمنية مستببة والوضع السياسي أرحب هل لديكم تصور على أرض الواقع على الورق كيف يكون عملكم بعيدا عن التحديات يعني لا بد أن تكون لديكم خطة باء وخطة جيم والعمل يكون سريع جدا هناك حاجيات كثر والمناطق واسعة هل لديكم تصور بهذا الأمر من أشياء الواضحة فالآن العراقيون الآن في كل مكوناتهم الآن نرى هم يتوحدون في مواجهة داعش ونحن وهذا ما يعكس فخر العراقيين بلادهم لكن واضح أن هذا العزم والتصميم سيسمح للعراقيين والحكومة العراقية بحل كل مشاكل التي تواجهها من خلال وحدة العراقيين بالشكلة التي نرى الآن في مواجهة الإرهاب سيدة ليزي جراندي نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة بالعراق ومنسقة الشؤون الإنسانية أشكر جزيل الشكر لهذا اللقاء وليهذا الوقت الذي وفرتين من أجل أن نخرج للمشاهدون بتصورات عامة تقوم بها الأمم المتحدة في إعادة الإعمار وشؤون الإنسانية ودعم العراق في تحديات الأمنية وإقامة دولة دموقراطية مدنية أشكر جزيل الشكر إن شاء الله سوف يكون لدينا معك لقاءات أخرى في هذا الموضوع ومواضيع أخرى الشكر لكم موصول عزاء المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج ميزان القوى من قناتكم قناة بلادي هذه التحياتي أنا الدكتور حازم الشمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر